تحاول أمريكا جرى المنظومة السياسية في العراق لصالحها وسحب البصاط من تحت إيران في ظل انتهاء عهد توازن التبعية بعد خلاف شركاء الاحتلال على قضايا عدة معهد الشرق الأوسط الأمريكي كشف أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ضغطت على وفد حكومة السودان الذي زار واشنطن مؤخرا من أجل دفع بغداد لإعادة توجيه قطاع الطاقة العراقي بعيدا عن إيران والتعامل بجدية مع الاتهامات بأن قطاعها المصرفي يساعد النظام الإيراني بالتفلت من العقوبات الغربية المعهد الأمريكي أكد أن حكومة بغداد أصبحت في موقف صعب اقتصاديا وسياسيا حيث تواجه رد فعل في الداخل بسبب التراجع الحاد في قيمة الدينار في ظل تزايد القيود من جانب مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي على سحوبات الدولار من البنك المركزي العراقي وزير خارجية حكومة السودان فؤاد حسين في زيارته لواشنطن طلب من الحكومة الأمريكية والشركات الخاصة مساعدة العراق على تطوير اقتصاده لكن هذه المساعدة لن تكون بدون ثمن يجب على حكومة بغداد الالتزام بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران حكومة السودان في موقف حرج جدا أمام هذه المساومة الأمريكية واتخاذ قرار يضر بإيران ليس في حسبان الممسكين بزمام العملية السياسية حيث لا يملك السودان قرارا مستقلا ولا يستطيع اتخاذ أي إجراء يخالف سياسة من وضعوه في منصبه الحديث هنا عن الميليشيات التي تدير الدولة وتعد أداة لتنفيذ المشروع الإيراني وآخر ما تفكر به هو مصلحة الشعب العراقي واقتصاده وبالتالي لن تثمر المباحثات مع واشنطن عن انفراجة اقتصادية في ظل نظام سياسي تحول إلى معقب معاملات عند الدول الأجنبية